للأسف بريجيت بتغادرنا بريجيت ياري أهلا وسهلا فيك عبر أغاني أغاني كنتي موقع تستمري هالأد بـ أهلا وسهلا فيكن أول شيء تاني شيء موقع إنه إنه بين إي وبين لا لأنه كتير صعب اللي عم نعمله وكتير بده مجهود وبده وقت متعب ما كنت مفتكرة هالأد متعب بس كتير مبسوطة من حالي وفخورة من حالي إنه قدرت وصلت لها المرحلة خاصة إنه أنا ما عندي كان أي فكرة عن الرأس فكتير مبسوطة بداية التجربة كان فيها خوف أكيد هلأ زرت بتطلع بتستمتعي على المسرح وبعد فيه شوية خوف طبيعي يكون فيه رهبة هلأ أكيد مش مش متل قبل قبل كان فيه قلة تسقة كمان بالنفس لأنه عم بعمل شي أنا مخصني فيه أول شيء تاني شيء شيء جديد بس بيضل فيه الرهبة وهيدا شيء طبيعي بعتقد يكون موجود بالفنان بس حلو هيك بيعطيك الأدرينالين بيطلع وبيعطيك القوة إنه طاعة إقدمة فيك بالبرفورمنس اللي بدك تقدمه يعني برجيت فيها نعتبر أن أصار في عندي كهواية جديدة هي رأس؟ أكيد هواية جديدة نضافت له هواياتي وأكيد راح ضلني مستمرة فيها لو ظهرت يعني لأنه حلوة أول شيء كأسبورت وثاني شيء كخبرة وتساعدني كمانا كفنانة أنا أنا مغني على المسرح كمانا ممكن تساعدني كتير يعني بكليباتي كمان يمكن سنرح نشوفك هلأ حركة أكتر من قبل؟ إيه حركة أكتر راح كون حركة أكتر من قبل بدي أستفيد من اللي أخدتو راح تستغيل الفرصة بعد دانسينج والبومينج بعد دانسينج وضيغر يكون في عندك إصدار أغنية من بعد هلأ بعد هذه الفترة يعني؟ نقل أراد أنا بلشت عم بسمع أغاني بس بعد ما أنا قات كنت مقررة أصلا إنه نزل أغنية وإجا ني دانسينج وضيغر وأجلت الموضوع أصلا ما في وقت يعني تا تنقل الغنية وتا بين تسجيل وبين تحذير فلما أظهر نقل أراد حباشر بالموضوع وفي كتير قصصتاني كمانا حلوة أصلا صعيد التمثيل كمان نقل أراد إيه قريبا هلأ لك الموضوع شبا بعد يعني قل أراد هلأ قريبا بتأكد منه مية بالمية بيصير بس فيه على سعيد التمثيل وعلى سعيد الأغنية كمانا السنجل اللي راح نزلها ومعجوعة كتير ونحدلني معجوعة إن شاء الله يا رب ضلنا هيك وقريبا يعني كلهم ورا بعضهم قل أراد حينزل